بساءة الخير عاملين ايه؟ يارب اكونوا بخير توقعات برج الحوت لتالة اسبوع وانشاء فبراير الفين تهاتة وعشرين هابدأ بالجانب المهني تقلبات فلكية هكون سبب في معاكسات داخل عمل ولكن تجعلك شديد التأني يعني المعاكسات دي هتخليك تاخد كل خطوة بتأني بحذرت سواء الكلام ليك وليك وفي الاول في الاخر دي توقعات الغيب محدش يضعف ربنا احنا منستفيد الدردشة ايه كمان نتفائل وممكن نلفت انتباهك او انتباهك لحاجة من خلال النصيحة حابب اقول بس حاجة مهمة بقى الامور لما بتيجي معاكسة معنا داخل عمل او اي حاجة معاصلاجة معنا داخل عمل احنا بنستفيد لما بنحلها احنا كده بناخد خبرة عارفين الناس اللي يقولك يا دايما ده اتعرست بول ده مر بحاجات كتير اه قريت حاجة من الحاجات اللي علمت معايا قوي وهي يقولك الكبطان الشاطر يعني اللي بيقود سفينة او بيمشي بسفينة مش اللي بيمشي والبحر هادي الكبطان الشاطر هو اللي بيعرف يعدي بسفنته والبحر ايه هايج والبحر عالي يعني ومش منستقر هو ده الكبطان الشاطر بيبان هنا مهارته فانت بتبان هنا مهارتك وصدقني اي موقف بتعدي بيه في حياتك او في حياتك فانت بتتعلم منه ولما تحله انت كده بيثبت هنا معاك فبالتالي لما يعدي عليك موقف زي ده هتقول يا لا ده انا عد علي الموضوع ده كتير ومن هنا بتيجي خبرة فربنا يا رب يوفقكو ولما يكون في حاجات معاكسة او حاجة جاية ضدك اتعامل معاها وكمان خليك برضو زي ما مكتوب شديد التأني يعني كل حاجة كده معاك تبقى ماشي بالورق او القلم وبحساب ربنا يوفقكو يا رب ويديكو الحكمة ويقويكو خش بقى الجنب العطفي ابدأ بالعزاب يفكر عزاب برج الحوت بجدية في الارتباط الفترة دي او خلال الاسبوع ويجد قلوب تشبه قلبه وعايز اقول ان برج الحوت من الابراج المرهفة معروف عنه قوي دي يعني انت حتى لو عملت سيرش اي حاجة تلاقي برج الحوت دائما من الابراج الحساسة ورومانسي ومرب وبيتأثر من اي حاجة يعني برج رئيء الشباب على فكرة وبنات طبعا مش قاعدة عامة مش شرط طبعا قاعدة عامة ولكن خلينا نتكلم في المعروف يعني عنه ياريت لما يكون فيه ارتباط برج الحوت يكون حزر شوية في اختياره يعني بلاش حتة الرومانسية والعطفة لان هو عطوف وحناين اوي فبلاش تخلي قلبك يسوقك بشكل كبير عشان الارتباط ده ما يطلعش مثلا في حاجة غلط يطلع تسالي يطلع شخص غير مناسب ويدايقك او يدايقك او تدايقك سوري فخلي بالكم الحتة دي لان انت ممكن تقابل انسانة تكون انت مرهى في الاحساس ومتعلق بيها اوي وهي ما تستهلش كل ده او غير مناسبة ويكون سبب في جرح ليك او واجع ليك فخلي بالكم الاختيار بلاش الاندفاع بحتة العطفة زيادة ياريت العقل موالي برج الحوت بلاش العطفة انا عارف ان انتوا عطفيين ومرهفين الاحساس حساسين اوي فخلي بالكم الحتة دي ربنا يا رب يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة ويبعت لكم كده يا رب القلوب اللي شبه لكم خشوا بقى على المتزوجين والمرتبطين اسبوع سعيد وده بسبب مشارقة في مناسبات سعيدة وده هتخلي في شعور بين المتزوجين والمرتبطين شعور مفرح يعني ودي من الحاجات الحلوة اتمنى هلكو حابب اقول يعني لما يكون فيها وقات زي دي استمتعوا انبسطوا يعني افرحوا بيها دي حاجة جايلكو كده يعني فرح على طبق من دهب انتوا جايلكو حاجة تسعيدكو على طبق من دهب وخصوصا المتزوجين افرحوا بقى في الوقت ده مع القرايب او في المناسبة دي عيشوا الفرح ده يعني يعني بلاش في الوقت ده تفتكروا حاجة تنكد عليكو خلوا الوقت ده عيشوه حلو كده لحد ما تروحوا تروحوا انتوا تحكوا مبسوطين ده هيفرق في استقراركو دايما احنا كبشر بنوبة محتاجين الفرح ده انتوا عيشوه بقى لما يجيلك لحد عندك ويجيلك عيشوه وانبسطه وانسوا اي حاجة ممكن تعكنن عليكو الوقت ده عايز اقول يعني ان الافراح والاوقات الحلوة للاسف بتبقى سيارة فما تبقاش قصيرة وكمان نقلب احنا في مواجع او نبتدي نتعامل معها بفكر في حاجة قديمة كانت واجعانا خلي بالكم الحتة دي ربنا يا رب يهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير ويدخل دايما ده جواكم او يدخل دايما يدخلكم في اجواء دايما مفرحة خشوه بقى على الجانب العيلي تجمعات عائلية مبهجة يعني المفروض برضو ان العيلة هتتجمع وبنسبة مش قليلة وبرضو التجمعات هتكون مبهجة يعني لو مرتبطة بالمناسبات اللي كنت بتكلم فيها اتمنى لكم ده برضو ويا رب كل عيلة دايما تتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة الجانب المالي مصاريف مادية ازياد من الاسبوع اللي قبله ولكن في حاجة بقى جميلة قريطة محتمل مبلغ مالي اضافي لموليد برج الحوت يعني مبلغ مالي هيدخل اضافي بشكل غير متوقع او من مصدر غير متوقع اتمنى ده ممكن يكون من الاهل من عيلة ويرس ايا كان اتمنى ان يكون برضو الكلام ده صح حابب بس اقول لو في مبلغ مالي جايب بزيادة يريد تكونوا حارسين في مصارفكم ربنا يوسع من رزقكم اما بقى لاصحاب المشاريع اسبوع مربح جدا ويجب عليكم الانتباه لمشاريعكم والعمالة لداخل مشاريعكم يعني ده هيكون سبب برضو في انتاج اكتر وارباح ازياد ده المفروض وده المكتوب ده من خلال النصيحة ربنا يا رب يوفق اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحه الجانب بقى التعليمي طلب برج الحوت على موعد دروس مهمة ونتائج ايجابية بسبب الدروس دي في دروس مهمة او محاضرات مهمة هتكون انتو هتحضروها واتمنى ان انتو تبتدوا تركزوا فيها خلي بالكو التركيز في الدراسة انا قلت قبل كده من الحاجات المهمة جدا اللي هتخليك تثبت المعلومة او المواد اللي انت بتذكرها وهتساعدك كمان في ان انت تفهم المادة اكتر طول ما انت مركز يعني ما فيش حاجة شغلة بالك غير المادة طول ما انت هتبتدي تاخد بالك من نقط في المواد ما كنتش واخب بالك منها وده طبعا هيفيدك في دراستك ربنا يا ربي يوفقكم ويا رب نجاح لكل الطلبة دي كانت توقع برج الحوت لتالت اسبوع من شهر فبراير الفين تجاتي عشرين لو عجبكم الكلام ده تنسوش دعموني بلايك لو مش مشترك او مشتركة ياريت تشتركه عشان شوفوا كل جديد من فيديوهاتنا هوا انا كمان بعمل غير توقعات الابراج بعمل كمان معلومات عامة فيديوهات معلومات عامة اسيب لكم لينك الفيديوهات لو انت او انت ارمار شوفوني تحت في الوصف اتمنى ان اتعجبكم شكرا لكم سلام